أول زيارة في التاريخ لحبر أعظم إلى بلاد الرافدين وأول رحلة للبابا فرانسيس خارج الفاتيكان منذ تفشي وباء كورونا أسباب تضع الزيارة في مقام تاريخية لكن إصرار البابا فرانسيس لإتمام زيارته في ثلاثة أيام من الحج والمباركة وبث الرسالة الإنسانية في العراق تزيد أهميتها بإصراره رغم التفجيرات الأخيرة وقصف قاعدة عين الأسد وذلك لم يدفع الفاتيكان إلى التجيل ما يحقق حلم الفاتيكان القديم بزيارة أرض العراق بعد نحو 20 عاما من محاولة زيارة مسقط رأس النبي إبراهيم وما أن أكدت الزيارة حتى ضجت منصة تويتر بترند تفاعلي أطلب من البابا في تغريدات ترجو منه تحقيق المطالب التي وعدت الحكومات المتعاقبة بها منذ أعوام فأصبحت حقيقة بسبب زيارة البابا في أيام مثل الخدمات وطبليض الشوارع والإنارة ما يمهد الطريق المعبدة بالأمنيات هناك تضميض للجراح يريده حبر الفاتيكان العظم يقول متابعون أنه يريد أن يكون رسولا للمتعبين لا يهتم بملاقات أقوياء العالم بل يذهب إلى ضعافائه وما يضمه العراق من طوائف مسيحية من كلدان وأشوريين والسريان وغيرهم من أقدم الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط والعالم ورغم أن جذورها ضاربة في التاريخ منذ القرن الأول إلا أنها عانت من الاضطهاد نجاح الزيارة في عهد حكومة الكاظمة والتي سبقها توطيد من رئيس الجمهورية بزيارة للفاتيكان ثم حوار التعايش والسلام بين المرجع الديني السيد علي السستاني والبابا فرانسيس سيحمل وفق الشخصيات الدينية العالمية أهمية كبرى تضاف إلى هذه الرحلة التاريخية الحوارية تشويا 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 ترجمة نانسي قنقر